نعم. ولكن جزاكم الله خير. نعم. ولكن هذا التوازي بالعرض. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بكتب بالعرض. طيب خلينا نرجع. خط الكوع. خط الكوع ده يا جماعة. اللي هو خط الهابط. اللي احنا لسه متكلمين عليه. اللي هو الرابع من تحت. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الخط الديسندرلين دهو. انا باستخدمه فين يا استاذ? هقول لحضرتك. انا باستخدمه. لما اجي اكتب حروف. يلا قلولي الحروف. مثل كلمة كلمة ايه? او حرف ايه? حرف لما بكتب حرف الجي. انا بكتب الجي اهو. صح? اه. بيقعد. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. ايه تاني يا استاذ? حرف البي. ذا بي لتر اهو. تمام يا شباب? ماشي. حرف الايه تاني. ها? الجي والجي. حرف الجي. اهو. ايه تاني ايضا? ممكن كمان حرف ايه تاني يا جماعة الخير? الواي. سواء انا بعمله بالشكل ده او بعمله بالشكل التاني. اهو. يبقى ده كله جالس على نفس الخط من تحت. اللي هو الديسندر ايه? لايه. هذا وظيفة السطر. طيب. دلوقتي انا مش هنتقل. ليه? يبقى بيحدد ارتفاع الحروف ولكن من اسفل. يحدد ارتفاع الحروف وظيفة الديسندر لايه. يحدد الكيو نعم جميل جدا. واللي كيو كمان. اهو. اهو. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. بدي سندر لاين ده يا جماعة الخير. لما بشتغل من آآ عليه بيحددلي الهبوط ضوان. ما بيبقىش بقى في واحد اكتر وواحد اقل. لا. كلهم لازم كل الحروف اللي بتجلس. الجي ما عندناش حروف تانية خلاص. صح كده? ولا في عندنا حروف تانية واحنا نسينها. اه? الجي. والبي. والكيو. والجي والواي. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا خمس حروف. الحروف ديت بتجلس على الايه? الديسندر لاين. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. الان الان يا استاذ والاسدزة والاخوة والاخوات عندنا التدريب. ايه هو يا استاذ التدريب? هنروح كلنا على الشغل بتاعنا. الجميل. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف عندنا اهو مثلا. كتبنا كنا فيه جملة مكتوبة مثلا عندنا على الشاشة هنا اهي. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الجملة مكتوبة. الكابيتل شوف فين? خط الصاعد. خط الكمة. تمام? اللي هو الاسندر. جالس من فوق حرف التي والاتش بيبدأوا من فوق والبي والاتش تمام? خط الجلسة علي كل الحروف اهو. شوفنا? خط الجلسة. الحروف كلها جلسة. هو ده خط الاساس. هو اللي منقق بالازرق دهو. شفتو? علشان تهرفوا اسماء الحروف اللي عنده رأسة حرف الاي والاي والاس والاو والان والتي شوفنا التي والاتش والكمبيوتر كلمة سي والاو اهو. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ايه تاني يا كرام? هنروح بقى هنروح للتدريب بتاعنا. وهنكتب دلوقتي. كلنا هنروح احنا عرفنا الخطوط. هنكتب عمودي زي اللي شايفينه دهو. الاختي اللي ما بتكتبش عمودي ده 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 تدريب. اختي في 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 وظيفتها وفي عملها بتكتب انجليزي كثيرا. تمام? صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم فاخواغ ده على الكير. طب انتي لو بتعلمي الولد ابن حضرتك او بنت اختك او طالب طالب ما. تمام? اه او اي حد بتعلمي مش هتعلمي الكيرفز. احنا هنبدأ معه من الخط دوان. فانا علشان خاطر اكون انا بعلم شيء وانا متكن لهذا الشيء يبقى ادرب نفسي. فرصة ان اللي ما بكتبش بالكيرف اللي ما كتبش بال 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 وال انجل اللي الزاوية القيمة. تمام? ناينتي ديجري. يحاول يكتب دلوقتي بالزاوية القيمة زي ما هو دلوقتي. بس احنا هنكتب ايه بقى? هنكتب الحروف كلها اللي واضحة عندنا في جملة ايه? ذا فوكس. ذا براون فوكس. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. هنكتب الجملة الجميلة اللي حضراتكم شايفينها. خد يا استاذ احمد سكرين شط منها تاني بعد اذنك. وارسلها للناس علشان هنععد دلوقتي نكتبها وانا بكتب معاكو كمان. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. تمام يا كرام? طيب اتمنى اخي احمد يكون خد آآ سكرين شط. علشان هنععد بقى نكتبها ولكن هنكتبها على السطور. مش عايز حرف الكيو ينزل اكتر من خط القاع. ولحرف البي يطلع اكتر من حرف القمة الصاعد اللي هو الاسندر. ولا ينزل على الاسندر بالواي. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا go ahead. start to write. write the following sentence. but take care with the base lines. take care the base lines. write. but with the base line. don't forget our five steps. we now study three steps to improve our handwriting. the first one. we separate the letters. second one. second step. we write with one angle. third step. base line. okay. yalla. go ahead. بسم الله الرحمن الرحيم. the sentence is here. i put and your brother put on the telegram. yalla. بسم الله. start. i will write also. so who like to look at me when i'm writing. it's okay. bismillah. yes i will write now. inshaallah. yalla. go ahead. all of us write. the same sentence. yes. same sentence. bismillah. we write. you can write with any pen you like. or any pencil you like. okay. the. i will write the. now we can. now we write the capital letter. not write the. the t letter. small letter. no. start with with the capital letter. okay. i will write the. t. h. quick. 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 هنسيب نفس المسافات بين الجمل سيب مسافة بنخلي كلمة شوف أنا سبتي مسافة هنا finger space you can leave also the finger space same space between each word or yes P R W N صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ملتزم بالسطور عندي أهو the brown fox I can start a new line F عندنا ال F بدأت من خط القمة وانتهت عند خط القوة ال F ممكن تخرج من الخلف وممكن ما تخرجش من الخلف بعدين بنتضرب على الأشياء ديات كلها ان شاء الله F O خلي خطونا ان شاء الله بقدر الإمكان يكون قائم X F O X jump J U U U M سيب مسافة انا بالنسبة لتفتري سأترك مسافة سطرين بين كل سطر. تمام جميل. ولو علمت عليهم عشان ما تنسهمش مش مشكلة صح? ما احنا قلنا نسطر. حرف البي. حرف البي. اهو بي واقف مستقيم ايضا. كلنا بنكتب. تمام? حرف الاس. اسيب مسافة. over O. V. E. R. تي هنا سمول. خلاص. بس تي ما بتبدأش. في سطر كمان. المفروض في سطر هنا. سطر خامس كمان. اللي هو بيبدأ منه تي سمول. السطر ده بس للتي سمول. وبعدين بنعرفه وبنعرف اسمه ان شاء الله. اهو. شوفوا يا جماعة الخير. التي خلي بالك. التي ما بتبدأش من فوق. طيب. انت بتكتب بقى يا تفضل. هم. جامبس فوكس. جامبس. اوبر. ذا. التي ما بتبدأش من 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 السطر الكمة. تي بتبدأ من تحت من النص. بين السطر ده وبين السطر ده ببدأ التي. من النص من هنا. ببدأ بعصية التي. ذا. الاتش بتكون مبادقة جدا خالص من فوقها. وباجي من قبل ما ما باجيش من هنا. باجي من تحت هنا اهو. اخد الاتش. بعدين الاي. همشي. شفت بقى الاي ايضا? شفت الايه? الجزء بتاعي اللي بين الاساس والوسط. خط الاساس والوسط. اي رايت في ذا. الاي. خط الاساس والوسط. كامل مبادقة وبشان البان لازي. اللي بتبدأ من اعلى خالص من سطر الايه? اهو. احاول اخليها عمودية. دي غلط. اهو. علشان كنت اعملها ميلة. انا لسه متعلق بالذهني الميلة يا جماعة الخير. لا ديت لازي. ايه? 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 ايه vam اعين بنا. ايه. او ريس ادي ايه. ايه؟ ايه. ايه.- سوري يا عساب. I can write again. عالش انا امركز معكم. اللي ايه? زد. واي. دج. حاضر حاضر. حرف D. باجي من تحت من هنا. هبدأ بال D. اهو. اكنه C. بعدين بنعرف شكل الحرف ان شاء الله. D. بعدين O. بعدين G. الجي ليها شكلين هنعرفهم ان شاء الله ولكن خلينا نعمل بالسهل المعتدين عليه الان دلوقتي. اهو. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. أخوي أحمد أتمنى ان هو يكون أرسل منهم نسخة. صلى الله عليه وسلم. my brother Ahmad Abdul Ghani he sent already the one screenshot of the name of lines Okay, I will open I will share it again you can take a screenshot all of us It's allowed for everyone to take a screenshot I give that right for anyone who likes to take a screenshot is right okay now the name of the lines base lines the all all lines collect base lines but each one have a different name but all of them baseline كلهم اسمهم خطوط اللي بتكود كتابتنا او التصحيح كتابتنا بسم الله فين الصفحة واضحة يا اخوة الشاشة معمول لها شير ولا مش معمول لها شير الشاشة مش معمول لها شير طيب بعمل شير لها ليها ان شاء الله باذن الله نعم اسمحوا لي نعم يا عبد الرحمن حاضر اهي السطور اهي استاذ اتكو تفضلي نعم تفضل اتكلم على طول ما تقول ليش استاذ اكتب سؤالك قول لو سمحت كذا كذا على طول دي اسماء السطور تمام حضراتكم دي اسماء السطور طيب طيب خلاص كتبنا نروح للكعدة اللي بعد كده هي مش قاعدة كتاب ولكن النهاردة هيكون عندنا تدريب بسيط لماذا الكاميرا حضرتكم محتاجين تفتحوا الكاميرا لماذا طمام الناس اللي اخدت سكرينشوت اي اي واحدة قبل كده اخد منها سكرينشوت يا اخوي احمد الله يرضى عليك طيب خلينا نشوف الاول دلوقتي حضرتك فجر وبلال هل افتح الكاميرا لا كصدي في الكتاب هنفتح الكاميرا دلوقتي وهنشوف شغل حضراتكم اتمنى اخوي احمد يعمل مجموعات علشان تسهل التصحيح للناس طيب يا اخواني نروح الان للقعدة اللي بعد كده علشان الوقت وقتنا ان شاء الله الله يرضى عليكم القعدة الرابعة هناخد بالنا من جودة القلم اللي احنا بنكتب به يبقى القعدة الرابعة ان احنا شوفوا انا كتبت بقى كلام في قلم ممكن بتتلاقيه بيمشي معايا بن سيابية على الكراسة قلم تاني ما بيمشيش بن سيابية لابد ان احنا نراعي القلم اللي بنكتب به هات مجموعة اقلام جربهم جرب الاقلام ديت علشان القلم اللي هيساعدك في الكتابة هيمشي معاك في الكتابة بخط جميل وبشكل انسيابي هو ده احسن الاقلام ده احسن الاقلام انا حطيت حوالي خمس نقاط او ست نقاط في الاقلام الوحشة او الاقلام الحلوة ايه هي الاقلام القلم الحلو بيظهر في ايه مواصفات القلم الجيد صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم يباحنا القاعدة الخامسة احنا لسه ما تدربناش على حروف ده ده كلام عام يا جماعة الخير تمام احنا لسه هنكتبه هنتدرب كمان طيب يا استاذ اتفضل طيب نشوف مواصفات القلم الجيد الالم الجيد الالم الجميل صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم نعم القلم الجميل القلم الجيد له عدة مواصفات تمام صليته على النبي صلى الله عليه وسلم ايه هي مواصفات هذا القلم الجيد يا استاذ نعم نشوف يا جماعة الخير اول شيء القلم الجيد لا يقطع انا مبارح لما جيت اكتب الحصة اللي فاتت كان بدأ القلم يمشي معايا شوية شوية مواصفات القلم الجيد انه لا يقطع ما بيكتبش شوية ويسيب مسافة ويكتب خفيف وبعدين يتقل وبعدين يكتب خفيف وبعدين يتقل لا يقطع القلم الجيد القلم الجميل مع حضرتك مش بيقطع بيمشي بنسيبية بيحط لك مستوى واحد من الحبر مع كل الكلمات لا يفرش حبر ما بيفرشحش الحبر منك على الورقة اما الحبر ده وحش واما الورقة دي نوعيتها وحشة بس انا من السهل ان انا غير القلم انا بكتب في دفتر فانا اجيب قلم تاني ما يكونش بيفرش الحبر مني على الورقة طيب ايه تاني يا استاذ لا يترك كتل حبر الالم الكويس لا يترك كتل حبر صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم تلاقيه ماشي كويس بعد شوية يحط لك كتلة حبر وبعد كده ماشي شوية وبعدين يحط لك كتلة حبر ده ألم مش كويس طيب في ناس بتعمل حاجة تانية واحد بيمسك منديل مثلا بيمسك قطعة كماش بيمسك ورقة وينظف ألمه كل شوي لأقلم ديت أنت مش عندك تغير الألم أعمل ايه أروح ماسك الألم أمنظف سنه ومسحه زي في منديل مثلا صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم طيب يكون خطه واضح ما يكونش ألوانه خفيفة من الألوان اللي إحنا بنسميها الفسفورية اللي مش واضحة للعين لا أنا عايز خطه يكون واضح يكون ظاهر تمام أيضا التصميم بتاعه يكون كويس نوعيته كواليتي كواليتي جود كواليتي ما جيبش ألم وعشان أعرف جودة القلم ده كويس والتصميم بتاعه كويس أولا في سعره ثانيا في وزنه هجد أن الوزن بتاعه مناسب واللي بيكون ثقيل نوعا ما مش ثقيل جدا جدا لا كلما كان القلم ثقيل نوعا ما كلما كان الكواليتي بتاعه أفضل يبقى التصميم بتاعه كويس الكواليتي بتاعه كويس سعره كويس صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم ما يكونش بقى عليه لا يكون عليه أشكال مبلغ فيها ما يكونش بقى عليه زخارف ودبديب والأشياء اللي حضراتكم عارفينها بتاعت البنات وبتاعت الأولاد مرسوم عليه حصان ولا أسد ولا في آخره بتاعت أشياء غريبة بنشوف أشياء وتصميمات غريبة دبديب صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم هذه مواصفات القلم مواصفات القلم الجيد يبقى مواصفات القلم الجيد أنه لا يقطع لا يفرش حبر على الورقة أنه لا يترك كتل حبر لا يكون خطه واضح يكون تصميمه أنيق يكون الوزن مناسب وثقيل نوعا ما لا يكون عليه أشكال وزخارف مبلغ فيها طيب يعني ده واحد من الأكلام دوا أنت هتكتب هنشوف بعض الأكلام إن شاء الله بإذن الله حاضر حاضر شوفوا ده نموذج من النماذج الأقلام المش مكبولة القلم اللي عليه الدبديب ديات أولا الجودة بتاعته شوفوا هيكون ده خفيف قد إيه وسنه عامل إزاي واخدين بالكم فهذا القلم لا تكون جيداً لديه خفيف قد إيه هذه بنة أو بن سالة لا تكون جيداً لديه خفيف قد إيه لا تحصل صليناً على النبي صلى الله عليه وسلم تفقنا على جودة الأكلام كلام ده نظري طبعاً أنت هتنفذ الأكلام عندك جيب اختار وتحين الأكلام اللي حلوة اللي تساعدك على الكتابة بخط جميل طيب يا كرام بعد كده الحبر هنتكلم على القاعدة الخمسة والأخيرة هي والورق الحبر والورق أنا مش هقول لك هات ورق واشتري ورق معين لكن أنا هديك نصيحة واحدة على الورق وعلى كتابتنا الآن إن شاء الله ولكن بعد أن نتحدث على عن الحبر إن شاء الله بإذن الله لون الحبر لون الحبر أول شي يا جماعة الخير أقرب لون لألوان the pink color أفضل نوع the best color is the black color I like and I hope all of us write with the black color why the black color the black color the color of printing it's used to print the books and everything you find it's written with the black color why teacher with the black color because there is coordination هناك تناسك between the black and white all the most the most of the papers was you will you will find it white color but the bin when it become black color there is coordination هناك تناسك وتوافق بينهم يبما كلما كان الأقلام لونها أسود كلما كان القلم لونه أسود كلما كان أفضل للكتابة للتناسك اللي عايز يلون بعد كده up to you you can use all colors but if you like the best or ask about the best color I think the black color okay جزاكم الله خير طيب يا أستاذ إحنا تكلمنا على الحبر عندنا أخ دكتور محترم كتب هذه الورقة الجميلة شوفوا تناسك الحروف عنده هو زي ما قدر يتكن شوفوا يا جماعة الخير الأخ ده أخ موجود وهو دكتور ما شاء الله عليه محترم كتب الخط المايل الكيربس أتقانو العمودي أتقانو برضو أهو يبقى من المهارة أن أنت تقدر تتقن the best types or more than one type not only curves not only one angle 90 degree angle no the better the best one who can have more than one skill who can write with any types with any type صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله بإذن الله بعدين إن شاء الله نجيب على سؤال حضرتك عن أفضل الأقلام الحبر اللي هو البيلوت البيلوت عندك عندك لسه أنا ممكن هقولك على حاجة كمان على الأقلام يا جماعة الخير في الأقلام في قاعدة الأقلام أيضا هات أنت مجموعة جرب أنا قلت لك جيب مجموعة أقلام لا دا تجيب كمان مجموعة أحجام يعني مثلا كلها نستخدم 0.5 اللي هو 0.5 0.4 0.3 0.2 you can use any point from these sizes why because you can you will find the best size for your hand maybe my hand not like your hand my size of my hand not like your size of your hand my space between the space I leave the space I make between each letter not same your hand space letters your letters space okay so I think you can check you can use you can try more than one bins or or pencil more than more than one size maybe you find the best size for your hand 0.5 maybe I find 0.3 so I will translate in Arabic I will translate in Arabic I'll fly AHsen AHsen حجم ممكن نكتب بي يا جماعة الخير إن أنا أجرب أجرب الأقلام الجهاز هيقفل هندخل إن شاء الله بعد قليل إن شاء الله لو قفل أجيب الألم بتاعي وأجرب القلم القلم دوا أجيب أحجام روح إنت كده أمسك القلم وشوف القلم مكتوب عليه من من الظهر عنده. او من جسمه. هتجد مكتوب عليه حجم ما. صلى على النبي انا هفتح هفتح الكاميرا عندي ونجيب مجموعة احجام ونشوف عمليا القلم مكتوب عليه فين. طيب هنوقف الشير. وتعالوا نشوف العمل بتاع الاقلام. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. نبدأ بالاقلام آآ بعد ما اتصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. انا عندي نوع من الاقلام اسمه يوني بول. بس الكلم ده انا جيت اكتب به فرش معي. تمام? آآ الكلم دوا ممكن يكون حلو هو جباني. نوعه يباني. ولكن ممكن يكون مع بعض الاقلام يكون مع بعض الدفاتر والكرسات حجمه مش يساعدني ان انا اكتب بحجم آآ كويس. او مش يساعدني ان انا اكتب بخط كويس. خليني اغير مكانه. خليني اغير وضعه علشان ما يبقاش مسنور آآ في آآ عينينا. الكلم يا اوستاذ محمد الفكرة الربعة الحبر. الخمسة الحبر. الربعة الاقلام. تمام? طيب صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عندي نوع تاني من الاقلام. انا عايز اوريك ازاي تعرف حجم الكلام. بتجيب الكلام حضرتك. وتشوف مكتوب فين الحجم بتاعه. الصيز. الصيز بتاع الكلام. يعني لا اقلام الرصاص. بعد ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. عندنا الاقلام مجموعة الاقلام اهي. ده ايضا قلم ياباني. تمام حضرتكم? هتشوف فين الحجم. انا ببحث معاكم على الحجم القلم. بيكون مكتوب في اعلى يا اما على السن. يا اما في قاعدة القلم. تمام? عندنا القلم ده. الموديل بتاعه. ده الموديل بتاعه. اللي هو مية وخمسين. هنا مية سبعة وخمسين. طيب. انا غالبا ما بكتب بهذه الاقلام اليوني. اليوني بول. دي الاقلام اللي انا احب اكتب بها اليوني بول. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. ده بالنسبة لليوني بول. الانواع الاخرى. عندنا الاقلام الحبر العادية. يبقى اكتر. الاقلام الحبر العادية. ده نوع من الاقلام الحبر العادية. طبعا الرصاص ايضا حضرتك تجد عليه الحجم بتاعه مكتوب عليه. عندنا الفبر كاستل من الانواع المعروفة والشهيرة. الفبر كاستل. تمام? ده زيرو زيرو بوينت سيفن. اهو. تمام? مكتوب عليه بلاك. انا عرفت اهو. اهو. زيرو بوينت سيفن ملي ملي او ملي متر. تمام? بول بين اللي هي بول بين. بول بين اللي هي الكرة. كرة متحركة. يبقى قلم اللي هي مقدمته عبارة عن بول. ما هوش ريشة. ما هوش كويل. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. اهو من احسن الشركات. شركة الفبر كاستل من احسن الانواع. تمام? طيب. ايه تاني. مثلا الاحمر في بريكاستل ايضا. اهو كلام احمر. برضو الماذا عن? كويس ايضا. كلاء يا محمد قرب اي انا مش عايزك تروح تشتري كلام بعينه ده رد اهو. خلينا نعمل خلفية سودة. للكلم. علشان يبان اللي مكتوب على الكلام. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. سبعة ملي. حضرتك بقى بتجرب. اربعة ملي. خمسة ملي. سبعة ملي. اللي يتناسب بعاك اللي تحس انه ماشي بنسيابية معاك. اللي بيت. اللي ما بيتركش. المواصفات اللي احنا قلنا عليها. السن الرفيع وفيه سن تخين. وفيه السن تخين جدا جدا كمان. تمام? كل كل الاكلام جرب. جرب عندك في البيت الاكلام الموجودة. احسن كلم هتستحسنه. هيكون هو ده الكلم المناسب. تمام? انا كتبت بالكلم دوان امس. الكلم ده بدأ يقطع معي. وده كانت اول جملة يظهر هذا الكلام انه بيقطع معي. خلاص انا مش هستخدمه في الكتابة تحت الكاميرا تاني. انا استخدمه في اشياء اخرى. اشياء سريعة انا عايز اكتب بيها اه شخصيا. لكن ما استخدموش في الشرح ولا في الكتابة مع حضراتكم. طيب. هات بقى اشتري اشتري نوع تاني بقى. روح في المكتبة بيسمح لك في المكتبة ان انت تجرب الاكلام. يعني غالب المكتبات بيكون حطط لك اوراق وحطط لك اه قلم نموذج مفتوح من الاكلام. يقول لك try. فتجيب القلم وتجربه. تجيب القلم وتكتب بيتجربه. تكتب اي كلمة. تشوف انسيابية القلم معك. تمام? انا مقدرش انصحك بنوع واحد لانه هناك كل واحد له style معين. كل واحد له اسلوب معين يحب قلم معين. يعني انا بحب اكتب اليونيبول. يعني شوف انا كم نوع ما عندي في اليونيبول. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. بس اليونيبول بيفرش على بعض الاوراق. اهو. ده اليونيبول. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يا جامعة الخير. هنروح انا اتكلمنا على الحبر. والحبر دايما في القلم. في نوع القلم ولون الحبر وجودة الحبر. تمام? طيب. انا هتكلم على قاعدة دلوقتي من هنا ورايح هننفزها ان شاء الله في الوركة بتاعنا. ان شاء الله باذن الله هنكتب على صفحة ونسيب صفحة. ما تكتب ليش في الانجليزي على كل الصفحات. وفي العربي يفضل كمان. ان انت اه ما تكتبش على كل الصفحات. يعني الصفحة وضهرها. لا. اكتب على صفحة واسيب ضهرها. على صفحة واترك ضهر هذه الصفحة. طيب. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. انا كده اعتبر ان انا خلصت الكلام عن الخمس كواعد اللي هي قاعدة الحبر. والجملة كتبناها. هيكون عندنا واجب ان شاء الله ان احنا هنكتب الجملة دي كمان مرتين. ولكن في تدريب اه هناخده دلوقتي. دلوقتي اهم شيء هنخرج بيه وهي مهمة جدا هذه التدريبات. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. شكرا